السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روضة وأكاديمية العزيز النموذجية الصدد الصف الثامن مادة التربية الإسلامية معلمة المادة حنان العمايرة اليوم التاريخ السادس من نيسان 2022 اليوم درسنا من أخلاق المسلم في هذا الدارس لدينا حديث نبوي شريف دعونا نقرأ هذا الحديث سويا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه بين معاني المفردات الآسية سلمة أمنا المهاجر وهو التارك عرف براوي الحديث النبوي الشريف وهو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما من أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي الشريف وكتابة له جمع بين العلم والعمل شهد فتح بلاد الشام ومصر شرح الحديث وجوب حفظ اللسان بيّن الجزء الأول من الحديث النبوي الشريف أن المسلم حريص على حفظ لسانه ويده فيبتعد عن إلحاق الأذى بالآخرين بلسانه سواء بسبهم أم السخرية منهم منهم أو الغيبة والنميمة أو الكذب بالقول والعمل وكذلك فإنه يبتعد عن إلحاق الأذى بالآخرين بيده فلا يعتدي عليهم بالضرب ولا يعتدي على أعراضهم ولا على أموالهم الخاصة أو العامة هنا المسلم الحقيقي الذي تظهر عليه أثار الإسلام وهو الذي يكف أذى لسانه ويده عن المسلمين فلا يصر إلى المسلمين منه إلا كل الخير والمعروس فنجد كثير من الأشخاص يلتزمون بصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وأعمالهم الصالحة إلا أنهم إلا أنهم لا يستطيعون كف أذى لسانهم عن الناس فيكذبون أو الغيبة والنميمة على الناس وهنا يكون اللسان قد جر صاحبه في كثير من الأخطاء وهنا يكون قد فقد أهم صفة من صفات المسلم الحقيقي وهناك النوع الثاني من المسلمين وهو الذي يختلف عن النوع السابق فقد نجده يحكم لسانه ويقل به الكلام ولكنه يؤذي المسلمين بيده فيضرب بيده المسلمون أو يعتدي على أموالهم فيسرقهم أو يسلبهم حقوقهم أو يظلمهم فهذا أيضا الشخص يكون قد فقد صفة من أهم الصفات وأبرز الصفات التي يجب أن تتواجد في المسلم الحقيقي أشار الجزء الثاني إلى وجوب أن يلتزم المسلم طاعة الله تعالى وتنفيذ أوامره فيما أمر بها واشتناب نواهي فيما نهى عنه وتكون الهجرة بكره المعصية وعدم الوقوع بها أو المشاركة فيها وتجنب المجالس والأماكن التي يعصي فيها الله تعالى وقد عدى الله تعالى هجرة الذنوب والمعاصي من أعظم أنواع مجاهدة النفس ومن هجرة الذنوب والمعاصي المسارع إلى التوبة والشعور بالندم على ما اقترف من معاصي وأثى فمعنى الهجرة في الحديث النبوي الشريف أن يهجر المسلم السيئات والمعاصي وأن ينتقل من حال المعصية والبعد عن الله ومخالفة أمره إلى حال آخر وهو حال الإقلاع عن المعاصي والذنوب وحال القرب من الله تعالى والوقوف عند حدوده هنا نكون قد أتممنا درس اليوم أترككم الآن محل الأسئلة دمتم بحبط الله ورعايته نلتقي بالقمة أكاديمية العزيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر